أهلا بك زميل عزيز أميري شام كل التحليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي أهلا بك يا كريم طمنا على تدريبات النادي الأهلي النهاردة يعني أعتقد أنت دلوقتي المران في نهايته زي ما احنا شايفين كده وراك فعايزين نعرف أبرز ملامح المران وأهم الأمور والكواليس من خلال متابعتك للتدريبات يعني زي ما بنقول زميلة أميري يعني بسهن في النادي الأهلي وبيوصل استعداداته القوية جدنا للموسم بشكل كامل والانطلاق إن شاء الله اللي بنتمنى أن يكون لنا بإذن الله وهي مباراة القادمة دول 32 البطولة الأفريقية مباراة الحرس الوطني باطل النايجر مباراة لها تحضير كبير جدا للجهاز الفني اللي أكيد خلال الأيام الماضية ومستمر طبعا في مشاهدات المباراة الأخيرة بعد الهايلايتس النقاط القوة الضعفة وكل الأمور دي الحقيقة شغال عليها بشكل كبير جدا للجهاز الفني بقادة بيتسو موسماني كمان يمكن النقطة المهمة لحب الكلام عليها أمير النهاردة وهو التدريب الرجل يمكن شغال على أمور كان عندنا فيها بعض القصور يعني أنا بتابع التدريب النهاردة نحن كنا بنقابل مشكلة شوية في موضوع الشوتنج على المرمى موضوع الكروسات برضو بيبقى يعني الفينيش فيه صعب شوية الحقيقة التدريب النهاردة كان مقصم لأجزاء الفقرات التدريبية طبعا جزء بدني اللي بنبدأ بيك العادة في التدريب لكن تدريب اليوم النهاردة مخصص للكرة فقط لغير الشوتنج على المرمى الكروسات التمركزات يمكن زي ما انت شايف طبعا زميل أمير فيه تركيز كبير جدا لعيبة للنادي الأهلي الكل موجود محمد مجد أفشا موجود في التدريب تدريب الأمس كان رائع بالنسبة له الحقيقة والنهاردة كمان بيقدي أداء مميز جدا تدريبة الأمس وتقسيمة الأمس كانت مميزة جدا حقيقة في نهاية المران كان فيه تقسيم يمكن أنا اتكلمت وقلت ممكن عمار كان متقلق بشكل كبير وليد سليمان كان متقلق بشكل كبير كمان النهاردة كمان واضح لتركيز الكبير لكل لعيبة للنادي الأهلي اللعيبة عرفة أهمية المرحلة احنا عندنا نقص عدد وعندنا عدد من لعيبة فيها المنتخب طبعا وبتكون طبعا التاكتك والقصور دي بيحتاج المدير الفاني بيتسو مسمانين هو الركائز الأساسية والعناصر الأساسية يكونوا متوجدين لكن فيه قصور في بعض طبعا اللعيبة المتوجدة بيحاول أنه ينميها بيكلم عن حمد هاني بيكلم عن حمد محمود وحيد بيكلم عن كل لعيبة فتدريب الحمد لله جيد جدا لكل لعيبة لنادي الأهلي وده أمر بيسعدنا جدا للي بنشوف في عين لعيبة بنشوف في التركيز الكبير اللي بيدينا أمل الفترة اللي جاية لأن المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا لكل لعيبة لنادي الأهلي أكدنا يمكن على بيرسيتا وزميل أمير وتواجده بشكل تدريجي في تدريبات الجامعية أكدنا أيضاً كمان على العمار على حسين الشيحات متوجدين بكل قوة لكن أنا عايز أروح معك لمحمود متولي اللي بنتمنى إن شاء الله بإذن الله بقى في خلال الأسبوع أو العشر تياماً للقادمين يكون متواجد في تدريبات النادي الأهلي الحقيقة كان استفسار لي مع طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة اللي بيقوم بدور كبير جداً مع كل الحقيقة اللعيبة اللي بيكون متواجدة في تأهيل أو بيكون محتاجة تشخيص كل الأمور دي الحمد لله مميزة جداً للجهزة الطبية بتاع النادي الأهلي إن كان أنا سألت على محمود متولي تحديداً محمود متولي من أسبوع إلى عشر تياماً يكون متواجد بشكل كبير جداً مع فريق النادي الأهلي ويكون جاهز إن شاء الله خلال المرحلة القادمة هو محمود بس هي الإصابة اللي عندنا زميل الأمير الحمد لله كل اللعيبة ماشية بشكل طيب جداً ومطمئن في كل تدريبات آه الحقيقة يمكن طبعاً حاجة مميزة جداً بنتمنى يا رب يبعد عننا الإصابات لأن المرحلة مهمة جداً القادمة إن شاء الله للعابة النادي الأهلي وبنعمل إن شاء الله تركيزنا الكبير اللي احنا شايفينه مع اللعابين ومع الفيتس موسيماني يكلل بالمجهود الكبير اللي إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جيدة جداً وهي مباراة الحرس الوطني اللي هي تركيز كبير وبنعمل إن شاء الله أن احنا نرجع بنتيجة أجابية من النايجر بإذن الله طب كريم سريعاً يعني في فترة ما بين يعني النهاردة ومباراة الزهاب أمام بطل النايجر هل تم تحديد بشكل نهائي إن يكون فيه مباراة ودية خلال الفترة دي ولا لسه ما تمش يعني اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر يمكن كابتن سيد عبد الحفيز كان لها سؤال طلعنا معاه على تحديد مباراةين أو مباراة رحدة وإمتى هكون المباراة الحقيقة يمكن كان فيه جلسة قبل نزول التدريب اليوم النهاردة تم التحديد لكن يمكن لسه موعد المباراة ما تحددش ممكن يكون يوم الخميس أو يوم الجمعة لكن تم تحديد مباراة أولى لكن طرف أيضاً كمان انت عارف زميل أمير لدرجة تانية فيها خلاص اشتغلت الناشئين حتى عندنا لو هنستعين بفريق الفين واحد نلعبه أو حاجة زي كده خلاص وما بدأوا بطولة الجمهورية ففي صعوبة شوية في أن انت تلاقي فريق تستفيد منه بشكل كبير تعرف طبعاً أي فريق يكون موجود يحاول يساعد النادي الآلي فإن شاء الله بإذن الله في خلال الـ 48 ساعة القادمين يكون في مباراة دية وحيدة أو اثنين ده اللي هيتم حسمه إن شاء الله خلال الساعة القادمة مع الجهاز الفاني والكابتين سايد عبدالحفظ يا كريم أنا بشكرك شكراً جزيلاً زميلنا العزيز كريم